يواصل رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي المشاورات حول تركيبة حكومة تنال ثقة البرلمان وخصص المشيشي مشاورات اليوم للقاء شخصيات اقتصادية وثقافية وإعلامية كان رئيس الحكومة التونسي المكلف التقى أمس بعلد من عضاء مجلس النواب غير المنتمين إلى الكتل كما أجرى منذ بداية الأسبوع سلسلة مشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية وفق التمثيلية البرلمانية وقال في تصريح أخير إنه يعمل في ظل الاختلافات السياسية على إجال توليفة مناسبة أمام الرجل شهر لاستكمال الحكومة قبل السادس والعشرين من الشهر القادم حول هذا الموضوع مباشرة إلى تونس المرشح الرئاسي السابق والأمين العام لحزب العمال التونسي حمى الهمامي سيد حمى أهلا بك مرة أخرى في الحرات الليلة شكرا على قبول الدعوة مشاورات تشكيل الحكومة أين وصلت؟ أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة أهلا بك المشاورات حول الحكومة ما تزال إلى حد الآن في بداياتها وغامضة ولكن حسب رأينا في حزب العمال فأن الأهم من كل هذه المشاورات هو مسألة ماذا ستصفر عنه من ناحية البرنامج نحن لا نعتقد أن في الوقت الراهن وفي الصراعات الراهنة ما بين مختلف مراكز السلطة لا نعتقد أن هذه المشاورات ستضفي إلى برنامج اقتصادي اجتماعي سياسي من شأنه إخراج تونس من الأزمة العميقة التي تعاني منها ومن شأنه أن يلبي حاجات الشعب التونسي التي يأتي على رأسها مسألة التشغيل هذه المشاورات هي مشاورات مع أغلبية برلمانية فاسدة مع أغلبية برلمانية لا تفكر إلا في مصالح حزبية ضيقة وهي أغلبية برلمانية تكرس صراعات إقليمية بعبارة أخرى كتل برلمانية مسيطرة تمثل محاور إقليمية في نفس الوقت لا نعتقد أيضا أن خيار رئيس الجمهورية كان قائما على الأقدر لمواجهة الأزمة هو خيار قائم فقط على الرجل أو الذي يمثل الشخص الأكثر وفاء لرئيس الجمهورية الذي دخل في صراع مع رئيس البرلمان حول من يسيطر على القصبة لماذا تقول كل هذا الكلام؟ لماذا تصف الأغلبية البرلمانية بالفاسدة؟ هذه الأغلبية أتت عبر صناديق الاقتراع أليس كذلك؟ صناديق الاقتراع لا تعطي بالضرورة الأغلبية المناسبة أنا أقول فاسدة لأن هذه الأغلبية فيها أطراف مثل حركة النهضة حكمت تونس منذ 2011 وهي أثناء حكمها فشلت فشلا ذريعا في قيادة تونس بل أنها ساهمت في تدمير الوطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وسعت إلى ربطه ببعض المحاور الأجنبية محور القطري التركي المجموعات الأخرى الحليفة لحركة النهضة هي في حقيقة الأمر مجموعات يعرف القاسي والداني أنها تتضمن عناصر كانت في رابط حماية الثورة عناصر تدعو إلى العنف الأطراف الأخرى التي تقابل حركة النهضة مثل مثلا الحزب الحر الدستوري هو حزب يحن إلى زمنة ديكتاتورية يعتبر الثورة خراب ودمار وهدفه هو العودة إلى الحكم من جديد دون أن يكون لهذا الحزب برنامج يجيب البديل الذي نطرحه نحن بشكل واضح هو أن يتحمل الشعب التونسي مسؤوليته مثل ما تحملها في زمن بن علي وأن يكنس منظومة الحكم كاملة ويفرض سلطته وبناء على برنامج هل هل تقارث بين برنامج يرتكز الذي بين قوسين هو ديكتاتور وبين النهضة بين قيس بن سعيد الذي أتى بانتخابات بين برلمان المشكلة لا تتمثل فيه هل هؤلاء جاءوا على أساس انتخابات أم لا المشكلة هو أن هؤلاء الذين جاءوا على أساس انتخابات يخسوقون البلاد في الوقت الحاضر إلى الهاوية البلاد مفلسة ماليا البلاد تعيش فقر مدقع البلاد لا تقدر على مواجهة أدنى المتطلبات وأنه لا يوجد عمل سياسي أو حزب سياسي قادر على هزيمة هؤلاء قادر على هزيمة النهضة أنتم على سبيل المثال هل بمقدوركم أن تسقطوا النهضة عبر صندوق الاقتراع كما أتت بصندوق الاقتراع؟ أنا أعتقد وأن الانتخابات الماضية الآن ثمت شبه قناعة عامة بأن هذه الانتخابات لم تعبر عن إرادة شعب تونسي بل لعب فيها المال الفاسد والأعلام الفاسد وبعض الأوساط الأجنبية دورا كبيرا 60% من الشعب التونسي لم يساهم في هذه الانتخابات لأن الشعب التونسي مل هذه الأحزاب ومل هذه الديمقراطية التي عفنها المال الفاسد والتدخلات الأجنبية لذلك نحن نرى أن لا سبيل لتقدم تونس ونهوض تونس وأن لا سبيل لتحقيق مطالب الشعب التونسي مع مثل هذه المنظومة الدستور يخول للشعب التونسي أن يتصدى للحكم بطرق سلمية بطرق بدنية وذلك عبر النظال عبر الشارع لم يبقى للكثير في سؤال أخير هل ستواجه الحكومة المقبلة نفس المصير الذي واجهته حكومة الفخفاخ هل قد نرى ربما في المشهد انتخابات مبكرة باختصار بكل تأكيد نحن نعتقد وأن البلاد ستشهد انفجارات اجتماعية كبرى الشعب التونسي يجوع الشعب التونسي يعاني من العتش في الوقت الراهن الشعب التونسي ليست له خدمات صحية ملائمة الشعب التونسي في الوقت الراهن يعيش أزمة لم يعيشها خلال السنوات التسع الماضية بعد إسقاط الدكتاتورية اليوم النظالات الاعتصامات الأضربات في كل جهات البلاد ونحن على يقين بأن هذه العيون الصغيرة ستتجمع لتصبح طيارا كبيرا يجرف منظومة الحكم هذه التي أرهقت تونس ودمرت مقدوراتها وحولت تونس إلى مرتعا للوبيات الفساد وإلى مرتعا أيضا لقوى إقليمية أجنبية همال همامي المرشح الرئاسي السابق والأمين العام لحزب العمال التونسي شكرا سيدي ترجمة نانسي قنقر